وعلى هامش تواجد سمو في العاصمة اليونانية أثناء وقعت اللجنة الأولمبية البحرينية مذكرة تعاون مشتركة مع اللجنة الأولمبية الروسية بهدف تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين في المجال الرياضي ووقع المذكرة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية السعادة السيد ستانيسلاف بوزيدان كوف وتتضمن المذكرة مع الجانب الروسي تطوير التعاون الثنائي الفعال والعمل سويا من أجل تعزيز المبادئ والقيم للحركة الأولمبية وتنص المذكرة على تطوير الأداء الرياضي العالي والتعاون في مجال مكافحة التمييز الرياضي بكافة أشكاله وتعزيز قيم اللاعب النظيف وتبادل الخبرات والتجارب في العلوم الرياضية والجوانب الفنية ومشاركة المنتخبات الرياضية في المسابقات الثنائية وتبادل الأطقم الفنية والطبية وتبادل المعلومات والاستشارات في جميع الألعاب الرياضية وتبادل الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات كما تتضمن المذكرة تنظيم المعسكرات التدريبية في كلا البلدين المنتخبة الرياضية وتبادل الزيارات الرسمية على أن تدخل المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر الفين وخمسة وعشرين وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن سعادته الكبيرة بتوقيع تلك المذكرة مع اللجنة الأولمبية الروسية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف الجوانب الرياضية بما يحقق المصالح المشتركة لكل الطرفين في هذا المجال منوها سموه بالمكانة المتميزة التي تحظى بها الرياضة الروسية وإنجازاتها المتميزة على الصعيد الأولمبي في مختلف الدورات الأولمبية وإنجازات أبطالها في شتى الألعاب وأكد سموه أن تلك المذكرة تأتي في إطار حرص اللجنة الأولمبية البحرينية للانفتاح على مختلف اللجان الأولمبية الوطنية في العالم وبالأخص المتقدمة منها لتبادل الخبرات والتجارب وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة على الصعيد الفني والإداري بما يسهم في تطوير الحركة الأولمبية وأوضح سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن تلك المذكرة تعبر عن مدى حرص اللجنة الأولمبية البحرينية المتواصل للنهوض بالعمل الإداري والفني لينعكس بشكل إيجابي على تعزيز مسيرة الرياضة البحرينية انطلاقا من الدور الذي تطلع به اللجنة الأولمبية في دعم ورعاية المنتخبات الوطنية معربا سموه عن شكره وتقديره للجنة الأولمبية الروسية متمنيا بأن يتكلل ذلك التعاون بتحقيق الغايات والأهداف المشتركة لكلا الطرفين ترجمة نانسي قنقر